اشتركوا في القناة القمر رح يكون موجود في العقرب وفي القوس رح يكون في منزلة الشولى اولها هي للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط وفي ساعات الصباح رح ينتقل لمنزلة النعائم للاصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ايضا اول زاوية رح تكون موجودة معنا خلال اليوم يعني هي تقريبا اخر زاوية رح تكون بعد الحلقة اللي احنا منبثها الان هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة سبعة واربعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بصير خلوة المسار يعني في نفس الوقت فعشان هيك فترة خلوة المسار بتكون الساعة سبعة واربعة وثلاثين دقيقة مساء وحتى تمام الساعة ثمانية واربعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني مدة خلوة المسار ساعة طبعا معروف انه مثل ما حكينا انها هاي فترة سلبية لا ينصح بالبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين اكمال الشيء اللي احنا او العمل اللي احنا بدأنا فيه قبل خلوة المسار الساعة ثمانية بالضبط ثمانية واربعة وثلاثين دقيقة مساء بيكون القمر انتقل للقوس قلص استقر فيه تأثير القمر علينا كلنا لما بيكون موجود في القوس بنشعر بالفترة هاي بالابتهاج بنشعر بنجد الناس اكثر مرح بننطلق على سجيتنا بنتجه او بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا الى علم الفلسفة والدراسة الدينية من ميل الترحال السفر الرياضة المغامرات بوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع الشخص في مكان بعيد ما اما بالنسبة الى الزاوية اللي رح تتشكل ما بعد قلو المسار وانتهاءه هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة عشر وستة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسئولية طبعا رح يصير برضو في ساعات الصباح انه انتقال عطارد رح ينتقل من برج الحوت رح ينتقل لبرج الحمل رح ينتقل في تمام الساعة اربعة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بما انه رح ينتقل في ساعات الصباح ورح ينكث فيه حتى مساء يوم سبعة وعشرين اربعة خلال الفترة المذكورة بيشعر موليد برج الحمل بقوة الفكر والتركيز والاقناع وبتزداد الرغبة لديهم في اجراء اتصالاتهم او القيام بتنقلات متعددة بيستفيد التجار المحليون ومن يعملوا في تجارة الاجهزة الالكترونية وبيع السيارات ومن لهم علاقة في كهرباء السيارات او الميكانيك او او شيء بتعلق في مجال الاتصالات والمواصلات والفكر والاقناع مثل الكتاب والصحفيين اصحاب الفكر العالي المحللين الباحثين ادولا كلهم بنشطوا بالفترة هاي وبنشط الفكر عندهم بيستفيد معهم في هذا موليد الابراج النارية الاخرى زي الاسد والقوس والابراج الهوائية زي الجوزاء والميزان والدلو كذلك كل شخص تواجد عنده كوكب عطارد في ساعة ولادته في الحمل طبعا تأثير انتقال عطارد للحمل على جميع الابراج اول اشي بالنسبة للحمل بشعروا بقوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير باراءهم وبينشطوا في الدراسة والمطالعة وامور العلاقة بالسفر والاتصالات اما بالنسبة للثور بيبدو اهتماما بامور الغيبيات اكثر الجوزاء بيميلوا لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء السرطان افكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل الاسد بينشطوا في امور الها علاقة بالسفر او الاتصالات البعيدة وبيستفيد الاكاديميون من دراستهم العذراء بتنصب افكارهم حول ضبط امورهم المالية المشتركة الميزان بتبادل الاراء والافكار مع الشركاء يعني شركاء عاطفي او شركاء مال العقرب بتفيدهم افكارهم مع زملائهم في مجال العمل القوس بيمارسوا نشاط ادبي وبحثوا اولادهم على الدراسة الجدي بتنصب افكارهم حول شؤون عقارية او بيتية او شيء العلاقة بالبيت الرابع اما بالنسبة للدلوب يستفيد الطلاب الابتدائي والثانوي من الدراسة والمطالعة وممارسة هواية وبعض موليد هذا البرج ممكن انهم يشتروا سيارة اما بالنسبة للحوت بتنصب افكارهم حول افضل السبل لكسب المال طبعا بعد انتقال العطارد في زاوية رح تتشكل رح تكون في زاوية تقابل سلبية بين القمر والزهرة في تمام الساعة 27 دقيقة اكثر المتضررين من كان لديه مشاكل عاطفية لانه بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب بالفترة اللي لها علاقة في هذا اليوم اما بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي رح تتشكل ما قبل حلقتنا لحلقة الغد هي زاوية تزديس برضو ايجابية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 10 ودقيقتين صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة طبعا بما ان القمر رح ينتقل على القاوس معناته لازم نحكي عن خلو المسار القادم خلو المسار القادم رح يكون يوم 12 اربعة رح يكون في تمام الساعة 11 و 45 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى بعد منتصف الليل اي بداية يوم 13 اربعة يعني في تمام ساعة 12 و 5 دقائق بعد منتصف الليل لا ينتقل بعد هالقمر الى الجدي عمر القمر القمر انحسار البدر عمره 17 يوم في تمام الساعة 6 و 55 دقيقة مساء بصير عمره 18 يوم نسبة الإضاءة 85% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى 19 اربعة المزاج منتحس طبعا في شخص سأل انه ليش الشمس مثلا في الحمل منتحسي يعني مرات بتكون سعيدة مرات بتصير منتحسة طبعا هذا بصير على حسب الدرجة اللي بكون فيها في البرج اول اشي ثاني اشي على حسب الاتصالات اللي بشكلها سبب انتحاسة الشمس الفترة هاي انه هو بعمل زاوية تربيع مع الكواكب اللي موجودة في الجدي فعشان هيك هو الان عامل زاوية غير متصلة يعني احنا بنسميها شبه متصلة بينه وبين المشتري هاي زاوية التربيع زاوية سلبية عشان هيك منلاقي انه بنتحس المشتري وبنتحس الشمس من هاي الزاوية اما بالنسبة للقمر يعني القمر في العقرب والقوس رح يظل يوم 13-4 مزاجه سعيد عطارد في الحوت والحمل حتى يوم 27-4 مزاجه سعيد الزهرة في الجدي حتى 13-5 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى 13-5 مزاجه منتحس المشتري في الجدي حتى 14-5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى 11-5 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23-6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وبلوتوف الجدي حتى 25-4 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد طبعا بالنسبة للتوقعات احنا بنظل نعيد نفس الكلمة انه احنا بنحكي برج وطالع يعني اسمع برجك واسمع طالعك شوف مين اللي بيغلب عليك هو اللي بتاخذ فيه والافضل انك انت تجمع ما بين الصفات اللي موجودة في البرجين او في البرج وطالع وتشوف ايش المشترك ما بينهم بكون انت طلعت ببرجك اللي بنطبق عليك اما بالنسبة للاشخاص اللي ما بيعرفوا طالعهم في صندوق الوصف او تحت الفيديو مباشرة بتلاقي هيكي فيه كلمة بشرح فيها على التوقعات اليومية تنزل يوميا فيه تمام الساعة هذا نتحدث عن التوقعات يومية وشهرية فيه كلمة بتيجي كلمة المزيد او اللي جهازه بالانجليزي بيلاقي كلمة more يكبس عليها بيلاقي انه هو فتح قائم كثير هيك فيها لينكات بيلاقي انه فيه اكثر من رابط رابط بيدلك على كيف تستخدم موقع عشان تطلع طالعك بعدين الموقع كيف تستخدمه هو برضو حط لك الرابط تاعه برضو حط للاشخاص اللي ما بعرفوا الوقت بالضبط ومستعجلين بدهم مش هاي المواقع فيه انا حط رابط لجدول من خلاله بتقدر انت تفتح وتعرف طالعك برضو وحط الشرح عليه اه شو كمان بتكون كل اشي موجود يعني موجود في صندوق الوصف بتلاقي انت اجوبه لكل اشي حتى للبيوت اللي ما بعرفش البيوت بلاقيها برضو في صندوق الوصف وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بما ان القمر انتقل للبيت التاسع فهذا يوم يعتبر من الايام المميزة بتكون على برج الحمل امتى بشعروا في هاي القوة بشعروا فيها من بعد منتصف الليل يعني من اول ما يستقر القمر كامل في برج القوس بتصير هاي التأثيرات اللي بتصير عليكم بتنشطوا في مجال الدراسة الامور المتعلقة بالسفر بالاتصالات البعيدة لسيما مع اشخاص خارج البلاد بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم ممكن يعني تفكر في انك انت تغير جو في الفترة هاي او تروج لعمل او تحصل على معلومات ما كنت انت تتوقعها بيكون هناك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكيه بالنسبة للبيت الاول يعني اجمالا اه رح يكون هو فيه نوع من انواع الايجابية اه بدعم شخصيتك اليوم بشكل اكبر بتلاقي عندك حيوية اعلى اه في عندك اه قدرة على اتخاذ قرارات او اه ثقة بنفسك عالية جدا اما بالنسبة للبيت الثاني فهو احسن من يوم امس بدعم الوضع المالي فممكن ينفتح لك مجالات الها علاقة في المال يا اما بتكون عن طريق اه يعني اما عمل اضافي او عن طريق اه استرداد بعض الاموال اللي الي اليك وفي منكم ممكن يحصل على اموال مساعدة من اشخاص اه يدعموا ولكن اهم اشي انه بالفترة هاي تحاولوا انكم تقللوا من مصاريفكم اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الامور اللي الها علاقة بالاتصالات والمواصلات والتنقلات الاشياء اللي الها علاقة بالتسويق بالاقناع بالبحث بالكتابة بكل الامور هاي بتكون ممتازة جدا يعني الاهتمام رح يكون على الاتصالات وعلى المواصلات بشتى انواعها في منكم ممكن يفكر في تليفون او كمبيوتر او سيارة او اشياء من هذا القبيل او حتى لو تصليح او ترميم او اشياء من هذا القبيل وفي منكم رح يركز على ابنائهم او حث ابنائهم على اداء واجباتهم وخصوصا الدراسية والفكرية اما بالنسبة للبيت الرابع يعني البيت الرابع شوي ممكن اقول لك انا انه في نوع من انواع الضغط على مستوى العائلة او الوضع العائلي بعملك بعض المشاحنات او نوع من انواع الضغط ممكن يكون في نوع من الخلافات على القرارات او على الطلبات او اشياء من هذا النوع وفي اشخاص رح يكون عندهم اعطاء المنزلية رح يهتموا بصيانتها وترتيبها واشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الخامس فبرضو شايف انا في نوع من انواع الضغط على المستوى العاطفي فعشان هيك منقول لكم برضو على المستوى العاطفي لا تغامره كثير وما تحتده كثير وما تعصبه كثير حاول انك تخلي فيه نقاط طلاقي ما بينك وبين شريكك او ما بين الحبيب على اساس انه انت يكون فيه طلاقي قوي بدون مشاكل اما بالنسبة لبيتك السادس فهو بيدعمك على مستوى العمل فاليوم تقدر تنجز كثير من العمل المطلوبة منك يعني الوضع جمالا جيد بساعدك على انجاز العمال ادعيه اهتمام باوراق عملية او اشياء الهلاقة بالعمل ممكن تهتم بفوترة بكتابة مواضيع معينة بحث في مشروع معين تحط خطة لعمل جديد اشياء من هذا القبيل كلها بتكون جيدة على المستوى الصحي يعني تقريبا الان نقدر نقول انه الامور ممتازة اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فمنشوف احنا اليوم انه هو روتيني يعني بتتعاملوا مع شراكاكم بشكل روتيني لا ايجابية بتعطيكو ولا سلبي بتعطيكو يعني بمعنى اخر على حسب طبيعتكم حسب التوافق ما بينك وبين الشراكات بيكون يومكم يا اما بتكونوا زي ما بيحكوها ممتازين جدا يا اما بتكونوا مشاكل جدا على حسب طبيعة توافقكم انتو كازواج اما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن برضو نفس الاشي فارغ من اي تأثيرات فعشان هيك برضو الامور الاموال المشتركة ما عليها اي تأثيرات لا ايجابية ولا سلبي اليوم فبتتعاملوا فيها على حسب الوضع تاعكم اما بالنسبة لبيتك التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات هو جيد ولكن حاول انك ما تحتد وما تعصب اما بالنسبة للبيت العاشر فهو لاخر يوم ضاغط على بيت السمعة فعشان هيك ما تعمل اي شيء ممكن انه يشوه سمعتك لا مخالفة قوانين ولا تدخل بمواجهات مع رجال الامن ولا اي شيء له علاقة بالسمعة يعني حتى على مجال عملك اذا انت عرأس عملك ما تدخل باي نزاع ما بينك وبين زميلك او رئيسك بالعمل وما تتغيب او تتأخر اما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الحدية موجودة مع بعض العلاقات او مع شخص معين او متوقع انه صير فيه نوع من انواع الحدية او سوء التفاهم عشان هيك بنقولك حاول انك تمسك حالة قدر الامكان بدون انفعال وبدون عصبية وحاول انك انت تأجل الموضوع يوم لتلاقي الامور انت وجدت لها حل او طريقة للحل بتكون الامثل والاحسن اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو خالي تماما من اي تأثيرات ايجابية او سلبية فعشان هيك بيكون الوضع روتيني مثل الايام الماضية يعني بتقدر تنجز الاعمال المطلوبة منك بتقدر تهتم بوضعك الصحي ممكن تهتم بامور العلاقة بالغيبيات او بالخيال او بالاشياء اللي من هذا القبيل وبرضو في منكو رح يهتم بامور العلاقة بالفلسفة والدين والبحث عن مسائل معينة او النقاش في هاي الامور وفي منكو ممكن يسمع خبر مزعج بتعلق في احد المقربين برج الثور بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك خففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهدئة الاجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على رأي الغير بتتلقى نوع من انواع المساعدة او التعاطف عليك ان تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي طبعا القمر الان تحرك شوي من مقابلك فعشان هيك بيخف عليك الضغط اللي كان عليك خلال الايام الماضية فبتلاقي الامور بتتحسن ولكن ما رح تتحسن بشكل كامل لانه ما زال في البيت الثامن يعني برضو لسه في درجة المقابلة عادة المقابلة بتبلش بيت سادس سابع ثامن فعشان هيك في البيت الثامن بتحسنه برضو في نوع من انواع الضغط ولكن الضغط هذا اقل من الايام الماضية هي نوع من التجاوب ولكن الافضل هو لما ينتقل للجدي بيكون احسن واحسن اما بالنسبة للبيت الاول فالبيت الاول اليوم بدعمك شوي بالطاقة بشحنك شوي هيك بتلاقي عندك نوع من انواع الطاقة الايجابية او الثقة بالنفس او بتحاول انك انت تنجز كثير من المهام او الاعمال المطلوبة منك خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فالبيت الثاني بدعمك على المستوى المالي فممكن اليوم يفتح لك مجالات الها علاقة بالحصول على اموال او مكاسب او اشياء الها علاقة بمستردات مالية او عطايا او مكافآت او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الثالث فجيد جدا على مستوى الاتصالات فما زالت الامور جيدة على مستوى الاتصالات المواصلات قدرتك على الاقناع النقاش التجاوب مع الغير الكتاب او اللي بكتبوا او اللي عندهم خيال خصب في الكتاب والتأليف رح يبدعوا بشكل كبير خلال اليوم هاد وفي منكم ممكن يهتم بامور الها علاقة بالسيارات او الاجهزة الالكترونية او التلفونات صياني او مشترة وفي اشخاص رح يحثوا ابناهم على الدراسة او يساعدهم بالدراسة اما بالنسبة للبيت الرابع فهو يعني شبه روتيني ولكن احنا بنقدر نقول انه بيعمل نوع من انواع التلاقي على مستوى البيت او التفاهم على مستوى البيت اكثر فممكن اليوم تلاقي فيه قابلية لمصالحة او لتقارب او لاجتماع عائلي يعني بتتعزز الامور هاي بشكل اقوى في منكم رح يهتم بامور العلاقة اما بالصيانة او التصليحات او الترتيبات او امور لها علاقة بالشؤون المنزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف البيت الخامس جمالا يعني روتيني ما في شيء لا ايجابي ولا سلبي مثل ومثل الايام الماضية بالنسبة للعاطفة يعني ما تغير ولا شيء فعشان هيك بتكون تعاملك مع الحبيب روتيني يعني على حسب طبيعتك انت والحبيب يا اما بتحبوا بعض كثير اذا انتوا اساسا بتحبوا بعض او بيصير في نوع من الخلافات اذا انتوا من الاشخاص اللي متعرفين عبعض وبس بتتمشكلوا بتتطاوشوا مع بعض اما بالنسبة للبيت السادس البيت السادس بدعمك على مستوى العمل فاليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك في منه ممكن يهتم بامور العلاقة اما بمشروع جديد او فكرة جديدة او يسوق لفكرة جديدة او يسعى لانجاز اعمال ممكن انها تساعد وضعه الحالي اما بالنسبة للصحة فالصحة شيئا ما ايجابية ولكن ضغط الشمس اللي موجود في بيت المتاعب هو شوي اللي بيرهقك خلال هذه الفترة بيجيب لك شوية التعب او الكسل او الاحزان او بيعركس الامور عليك القمر ما الو علاقة في هذا الموضوع القمر بيشحنك بطاقة ايجابية اليوم على مستوى الصحة اما بالنسبة الى البيت السابع البيت السابع الروتيني يعني بتتعامل انت والشريك بشكل روتيني لا ايجابية ولا سلبية على حسب طبيعة العلاقة القائمة ما بينكو اليوم بتتعاملوا اذا كانت طبيعتكو انتو مش مدنسجمين مع بعض مش متفقين مع بعض اليوم بتكثر المشاكل والخلافات بينكم اذا كانت الامور مثلا انه لا فيه توافق وفيه حب وفيه تناغم بينكو اليوم يوم رومانسي باجمالا بشكل كامل اما بالنسبة البيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة البيت التاسع طبعا القمر موجود في بيت متاعب البيت التاسع فعشان هيك يكون ضاغط على مستوى الحوارات والاتصالات والتواصل او ممكن يكون فيه نوع من انواع الحدية او اخبار تكون مزعجة ممكن اشياء الها علاقة باوراق قانونية ممكن مساءلات قضائية ممكن اشياء الها علاقة في نتيجة امتحان ما تكونش مثل ما بدك اللي عنده امتحان او عنده مقابلة بده يدرس اكثر ما يعتمد على الحلوض ممكن تيجي اخبار من برا تزعجك كثير يعني كل الامور هاي بتكون بشكل سلبي باي شيء يتعلق في البيت التاسع اما بالنسبة للبيت العاشر فلاخر يوم في نوع من انواع الحدية على مستوى بيت السمعة فبرضو منحذر من اي شيء ممكن انه يشوه السمعة خلال الفترة هاي حاول انك انت تركز بشكل جيد بدون مجازفات بدون مخالفات ما تدخل بفوضى خلال الفترة هاي فيها مخالفة قوانين اشياء ضد رجال الامن تحاول انك تكون جريء زيادة ما بتزبط عملية الاشخاص اللي على رأس عملهم حاولوا ما يتأخروا او يتغيبوا عن دوامهم وبدون ما يدخلوا بنزاعات او نقاشات مع رؤسائهم في العمل او زملائهم بالعمل اما بالنسبة لبيت الصداقة فهو روتيني لا فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي وبالنسبة لبيت المتاعب يعني شوي نقدر نحكي انه جيد يعني ما بدنا نحكي اكتر من هيك المهم انه منيح حاول انك انت تنجز الاعمال الضرورية ما تحاول انك ترهق حالك كثير راقب وضعك الصحي اهم اي شيء انك ما تدخل بالوساوس ما تتوسوس ما تتشكك ما تتوهم اشياء حاول انك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية وتطلع من هذا الجو برج الجوزاء يعني الان القمر صار مقابلكم مباشرة وهاي يعني اعلى طاقة في فقدان الطاقة يعني بمعنى اخر طاقتكو بتكون ضعيفة جدا خلال هذا اليوم وبدك تمسك حالك قدر الامكان وبدك تحافظ على صحتك وبدك تحافظ على طاقتك صحيح انه يوم مناسب لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل او العاطفي تعطيك دفعة ايجابية في هذا المكان لكن هاي الفترة سلبية وضاغطة ما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات او خلافات وممكن تشعر ببعض التعب الجسدي او الصحي اللي يأثر عليك كثير اما بالنسبة للبيت الاول البيت الاول اجمالا وهو بدعمك بشكل قوي ممكن انه اليوم هو اللي يحسن مزاجك او يدعمك لانه يواجه البيت السابع فبكون عندك ثقة بنفسك وقدرة لانجاز كثير من الاعمال او المهام خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فهو على مستوى المال جيد جدا ممكن يفتح لك ابواب فيها نوع من انواع المساعدة وممكن يحسن يعني مدخولك من اتجاه اعمال اضافية او امور انت بتجتهد فيها او اشياء بتنجزها لاشخاص يعني زي العمل الاضافي وفي منكم ممكن يهتم بامور اللي علاقة بالفوترة والمحاسبة والاشياء اللي من هذا القبيل وبرضو في المقابل انه ممكن تجيك اموال على شكل اعطية او هدية او هبة اما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الامور نشطة جدا عندك على مستوى الاتصالات على مستوى التواصل على مستوى الامور اللي اللي لها علاقة بالنقاشات على مستوى ابحاث او بحث عن موضوع معين يعني كلها دعميتك الاشخاص اللي عندهم اشياء مثلا الها علاقة بالكتاب او التأليف او هذا برضو بنشطو خلال هذا اليوم في منكم رح ينشط في امور الها علاقة بالاتصالات والمواصلات سيارات تليفونات اشياء من هذا القبيل وفي اشخاص منكم رح يهتم بتعليم ابنائهم او دراستهم او حثهم على الدراسة في نوع من انواع التعاون رح يكون مع اخ او مع جار اما بالنسبة للبيت الرابع يعني البيت الرابع يعني نقدر نحكي انه ايجابي على مستوى البيت ما بدنا نقول روتيني لا هو اعلى من روتيني فعشان يكبعطي نوع من انواع الايجابية بيخلي فيه نوع من انواع التلاقي او التقابل ما بينك وبين افراد العائلة في اشخاص رح يهتموا اما بصيانة او بترتيب او اشياء من هذا القبيل او مشتريات لها علاقة في البيت يعني فيه نوع من انواع التلاقي الجيد أما بالنسبة للبيت الخامس فهو يعني مش بالقوة بمكان ولكن إنه إجمالا هو إيجابي يعني بيسوي لك نوع من أنواع الإيجابية على مستوى التواصل مع الحبيب أو ممكن تفقده أو الاتصال معه أو أي شيء ممكن تعمل تلاقي ما بينك وبينه ولكن مننا يرجع للبيت الرابع شوي أنه ديروا بالكو من حدية بسبب سوء تفاهم يعني تحتد وتعصب مش كل إشي بخالف رأيك تعمل عليه مشكلة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه برضو إيجابي بدعمك على مستوى العمل ممكن اليوم تحقق إنجاز إلو علاقة بالعمل وخصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم ممكن ينجزوا بعض الأعمال المطلوبة منهم أو عمل معين ممكن يحققوا أشياء ما كانوا يتوقعوها بالفترة الماضية يعني إجمالا الوضع إيجابي وقوي جدا على هذا المستوى أما بالنسبة للبيت السابع يعني بما أنه حكينا أنه الأمور إلها علاقة في بداية التوقعات أنه القمر موجود فيه وهو ضاغط عليكو حاول قدر الإمكان أنك تراقب وضعك الصحي أهم شيء أما بالنسبة للبيت الثامن يعني البيت الثامن إجمالا برضو فيه نوع من أنواع الضغط فيه أشياء لها علاقة بالديون أو المطالبات أو الالتزامات أو التفكير في الشؤون المالية ممكن بتحس حالك أنك أنت بتفقد فلوس أو أنه بتاخذ منك فلوس حاولوا تحافظوا على أوراقكم من الضياع أو السرقة يعني كل هاي الأمور بتكونوا تقلوها في الحسبان خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فبرضو هو ضاغط عليكم بشكل سلبي عشان هيك بتلاقي أنه فيه نوع من أنواع الحدية بالتعامل أو الاتصالات الخارجية فيه منكم ممكن يتعرض لمسائل قانونية أو أوراق قانونية أو مطالبات قانونية فيه منكم ممكن يصير فيه معاه خلاف مع أشخاص خارج البلاد أو أشخاص كان يتواصل معهم أو يتراسل معهم أو مؤسسة ثقافية أو تعليمية يعني كل الأمور هاي بدك تكون حاطها بعين الاعتبار على حسب وظيفتك الاجتماعية أو مكانتك أو طبيعة عملك أما بالنسبة للبيت العاشر البيت العاشر يعني لليوم الثاني والأخير بيهدد الصمعة فعشان هيك يحاول أنك برضو تمسك صمعتك شوي وتحافظ عليها حافظ على إنجازاتك القائمة في مجال عملك إذا أنت عرأس عملك حاول أنك ما تخالفش القوانين ما تتأخرش ما تدخلش بمواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل حاول أنك أنت ما تخالف رجال الأمن ما تدخل بعمل مشبوهة على أساس أن الفترة هاي صعبة وبتهدد هاي الأمور حاول أنك أنت تحافظ عليها بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني تماما ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي عشان هيك بتتعامل مع أصدقائك بالطبيعة اللي أنت عليها واللي طبيعة أصدقائك اللي هم عليها أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو إجمالا فيه نوع من أنواع الراحة يعني بتدعمك شوي عشان هيك بتحاول أنك تنجز الأعمال الضرورية المطلوبة منك ما بتحاول أنك أنت تجهد حالك إيشي الضروري وبس حاول أنك تأخذ قصد كافة من الراحة راقب غذائك راقب تغذيتك ما تتوهم شيء وما تخلي الوسواسة سيطر عليك في منكم ممكن يهتم بأمور إلا علاقة إما بالغيبيات أو الاهتمام بأمور إلا علاقة بالفلسفة والدين والأشياء من هذا القبيل برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بتكن تنتبهوا على غذائكم وراحتكم كون منظم وأحسن إدارة عملك حاذر من الجدال مع المعاونين ما تهمل صحتك ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطريت للعمل لساعات إضافية طبعا القمر موجود في مكان صعب الآن هو صار بمناطق المقابلة لإلك بلش الآن في البيت السادس يعني عادة لما بكون في السادس والسابع والثامن هي أصعب الفترات اللي بمر عليها الشخص هي وبيت متعبه فالآن بدأت أنت بمرحلة الضغط حاول أنك أنت خلال هالأسبوع هذا يعني ترتب أمورك بأنك أنت تكون جاهز ومتأقلم وكيف أنت تشحن حالك بطاقة اللي تطلع من سلبية هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول جيد يعني ما زالت فيه نوع من أنواع بواقي للتأثيرات السلبية بتشحنك لغاية ساعات الظهر ولكن بعد ساعات الظهر بتلاقي حالك أنه أنت بلشت تفقد طاقتك شوي 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 حاول أنك أنت تظلك شاحن حالك بالطاقة وحاول أنك أنت تكون جريء بالفترة هاي ما عندك قدرة على إنجاز أشياء كثيرة أما بالنسبة للبيت الثاني البيت الثاني جيد يعني بدعمك على أمور الها علاقة بالأوضاع المالية ولكن مش بالقوة عشان هيك يكون نسبة من موليد برج السرطان هم اللي ممكن يحصلوا على هذا الموضوع على حسب الطالع تاعهم والبيت الثاني عندهم إيش بيحكي لهم في منكم ممكن يحصل على أشياء لها علاقة بأموال عن طريق عمل إضافي أو عن طريق أشياء لها علاقة بالمساعدات أو الهدايا أو المنح أو أشياء من هذا القبيل أهم شيء تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمكم بقوة اليوم تقدروا أن تتحركوا وتقنعوا مثل الأيام الماضية النشاط الفكري موجود عندكم عالي جدا فعشان هيك اليوم تقدروا أنتوا تناقشوا وتجادلوا اللي بيشتغلوا بالكتابة أو روائيين أو بيكتبوا قصص أو التعليف أو الصحافة هدولا بنشطوا اليوم بشكل كبير نشاط عالي جدا بيكون عندهم في هذا المجال أما بالنسبة لأمور الأبناء فاليوم ممكن تهتموا بحث أبنائكم على الدراسة أو مساعدتهم في هذا الموضوع في منكم رح يهتم بمور إلاها علاقة بالاتصالات والمواصلات أما بالنسبة للبيت الرابع يعني البيت الرابع جيد جدا على مستوى البيت الأمور هادية يعني استقرت الأمور بشيئا ما فعشان هيك في نوع من أنواع التوافق أو التواصل مع أفراد العائلة بشكل عقلاني في منكم ممكن يهتم بواجبات منزلية أو أمور إلاها علاقة بالاهتمام المنزلي فعشان هيك بتحاولوا أن تنجزوا أعمالك البيتية حتى لو كانت أعطال أو شو ما كانت بتكوا تهتموا فيها بشكل جيد ممكن تهتموا في هاي الأمور ممكن مشتريات أو أشياء لها علاقة بالتسوق أو من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس البيت الخامس يعني شوي بعطي نوع من أنواع الفطور هيك في العاطفة فعشان هيك بتلاقي العاطفة اليوم مش مثل الأيام اللي مضت بتقل شوي في نوع من أنواع الحدية في الطباع نوع من أنواع العصبية ما في تلاقي يعني معصب أنت أو مشحون أو بتتحسس من أي تصرف حاول أنك أنت تطلع من هذه الأشياء على أساس أنه يصير في نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين حبيبك أما بالنسبة للبيت السادس البيت السادس مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط فعشان هيك بدك تكون حذر خلال هذا اليوم بالتعامل مع الشريك ما تخلي الأمور تحتد وتعصب وتكبر الأمور أو تختلق مشكلة ما في داعي لها حاول أنك أنت تعمل نقاط طلاقي عشان ما تكبر الفجوة ما بينكم مش تكونوا قاعدين لبعض على الكلمة وكل ما قال الكلمة أنت ترد عليه أو ترد عليه أو هذا الكلام لا بدكوا يعني يكون في نوع من أنواع التوازن ما في داعي للعصبية ولا للإنفعال ولا لأي شيء أما بالنسبة لبيتك الثامن بيت الثامن إجمالا في نوع من أنواع الضغط اليوم برضو فعشان هيك الأمور ممكن يصير فيه مطالبات أو التزامات أو مساءلات يعني يسألك الشريك أنه وين هاي الفلوس راحت أو وين انصرفت أو كيف انصرفت هيك يخطر على باله فممكن هذه الأمور تصير حاول أنه أنت تمسك أعصابك ويكون جوابك جاهز ما تحاول أنك تكبر الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فهو يعني مش روتيني يعني فيه نوع من أنواع السلبية فعشان هيك ممكن يصير فيه نوع من أنواع العصبية أثناء التحدث مع أشخاص خارج البلاد أو ردات فعل أو أثناء التواصل مع أشخاص بالمراسلة أو من هذا القبيل ما يكون مفهوم الإشي اللي أنت بتحكي فيه أو اللي أنت بتبعثه أو ينفهم غلط فعشان هيك حاول أنك تكون واضح وحاول أنك تكون يعني منظم أما بالنسبة للأمور الثانية فممكن أنه بعضك يتعرض لمسائل قانونية أو مخالف قانونية أو أوراق قانونية وفي منك ممكن إذا عنده امتحان أو عنده دراسة ما يهتم فما تزبط على متو لازم تدرسه وما تعتمده على الحلوض نهائيا في مثل هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فهو لآخر يوم برضو ضغط على بيت السمعة حاولوا قدر الإمكان أنه أنت مات خلف القوانين وما تدخلوا بمواجهات مع رجال الأمن وما في داعي للمجازف في أي أمر إلو علاقة بالسمعة الأشخاص اللي على رأس عملهم يحاولوا أنهم ما يتأخروا وما يدخلوا بمواجهات مع زملائهم أو رؤسائهم في العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم روتيني يعني بتتعامل أنت وأصدقائك بطبيعتك أنت أو طبيعة العلاقة ما بينك وبين معارفك وأصدقائك إذا كانت جيدة فالاتصالات جيدة إذا كانت الأمور مش جيدة ممكن أنت ما يكون عندك رغبة أساسا للتواصل مع أحد أما بالنسبة لبيت المتاعب هو اللي بدعمك شوي بطريقة إيجابية فعشان هيك بيحسن من مزاجك وقدرتك على إنجاز بعض الأعمال ممكن تهتم براحتك أكثر أو بصحتك نوع من التغذية ولكن أهم نقطة دير بالك من الوسواس دير بالك من الوسواس ما تتوهم وما تدخل في الوسواس وتشحن حالك بطاقة سلبية وتنحسب عليك في منكو ممكن ينزعج لخبر معين أو يجي خبر عن شخص بعز عليه أو بعرفه يا مريض يا في مستشفى برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فلا تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء صحح الأخطاء يعني يعتبر هذا من أجمل الأيام في خلال فترة هذا الشهر لأنه موجود بالبيت الخامس بيت الحض وبيت العاطفي فحاول قدر الإمكان أنك أنت تكسب من وجود القمر في هذا المكان لتعزيز أوضاعك وتصليح الأشياء والأخطاء اللي كنت مخطئها في الفترة الماضية أو تجرب أنك تقرأ أبواب قرعتها بالفترة الماضية وما زبطت يعني حبيت أنك تطلب شيء أو تسأل عن شيء الفترة الماضية وما زبطت اليوم ممكن تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الأول البيت الأول طبعاً رح يكون إجمالاً جيد بدعمك بشكل قوي فعشان هيك شخصيتك وثقتك بنفسك عالي اليوم بتلاقي حالك مشحون بطاقة كبيرة في عندك قدرة على إنجاز كثير من العمال خلال هذا النهار بسبب الثقة بالنفس العالي أما بالنسبة للبيت الثاني الأمور المالية ما زالت يعني غروتينية شوي ما انفتحت الأبواب للحصد المالي يعني فيه نوع من أنواع الأشياء كمساعدات يعني عطايا هدايا أشياء العلاقة بالعمل الإضافي بس أما أمور ثاني ما فيه ولا أي شيء حاول إنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو قوي جداً نشاطك عالي جداً عندك قدرة على الإقناع بشكل كبير سرعة بديهتك عالية يعني فترة جيدة جداً لكل الأمور الفكرية أو الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات بتدعمك بقوة حاول تستغلها فيه منك رح ينشغل في أمور تعليمية لأبنائهم أو حثهم على الدراسة أو يساعدهم موه وفيه منك رح يشتغل في أمور العلاقة بالسيارات أو الهواتف أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع يعني البيت الرابع على المستوى العائلة أو بيت العائلة بتلاقي اليوم مستقر شوي فيه نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم ما بينك وبين العائلة صحيح أنه في بعض الأشياء لازم تهتم فيها وتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبينهم أو في وجهات النظر أو بالواجبات ولكن برضو ما بدك تهمل هاي الأمور على أساسه ما يصير فيه ثغرات للمشاكل أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس يعني إجمالاً فيه نوع من أنواع النشاط على إنجاز بعض الأعمال أو الأعمال المطلوبة منكم خصوصاً الأشخاص اللي على رأس عملهم الأشخاص اللي مش على رأس عملهم محبوسين في البيوت هدولا بيهتموا بإنجاز الأعمال المنزلية أو إذا كان عمل من خلال المنزل بيقدروا ينجزوا وفيه أشخاص ممكن يبدأوا بمشروع أو فكرة معينة يعني يحاولوا يطبقوها أو إنه يحاولوا إنهم يستثمروها للفترة القادمة أما بالنسبة للوضع الصحي فأنا شايف إنه الأمور برضو رح تكون جيدة خلال هذا النهار مشحون بطاقة كبيرة بتلاقي فيه نوع من أنواع التحسن الإيجابي أما بالنسبة للبيت السابع فهو فارغ تماما من أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية فعشان هيك طريقة التعامل ما بينك وبين الشريك هي روتين فعشان هيك لا إيجابية ولا سلبية على حس بطبيعتكم تتعاملوا أما بالنسبة للبيت الثامن يعني شوي ممكن يفتح لك بعض الأبواب لنوع من أنواع المساعدات المالية اللي ممكن تجيك من أشخاص هبات دعم ممكن تطلب أنت قرض أو دين أو أشياء من هذا القبيل يعني تساعدك في هاي الأمور يعني تقرأ باب وإنما طرقته أو طرقته أغلق بالفترة الماضية اليوم يمكن يمفتح لك أما بالنسبة لبيتك التاسع فبيتك التاسع يعني شوي في نوع من أنواع الضغط والعصبية فحاول قدر الإمكان أنك ما تحتد وما تعصب أثناء اتصالك مع أشخاص خارج البلاد أو تستاء من تصرف أحدهم أو يكون في أخطاء في نوعية التواصل حاول أنه برضو أنت ما تكون حساس الزيادة وما تتحسس من أي موقف في منكم ممكن يتطلع على أوراق قانونية أو يكون عليه مطالبات قانونية يحاول أنه يركز بشكل جيد اللي عنده دراسة أو عنده امتحان بده يدرس جيد أو بشكل جيد عشان ما يعتمد على الحظ أما بالنسبة للبيت العاشر البيت العاشر يعني بضغطك على بيت السمعة بس اليوم فعشان هيك يحاول أنك ما تغامر وما تخالف القوانين ما تدخل بأي شيء مشبوه حاول يكون فيه نوع من أنواع التركيز توازن بدون بدون مخالفات بدون مجازفات يعني حافظ على سمعتك قدر الإمكان الأشخاص اللي على رأس عملهم هدولة بدهم يديروا بالهم من التغيب أو التأخير عن عملهم أو مواجهات ما بينهم بين زملائهم ورؤسائهم في العمل أما بالنسبة لبيتك 11 يعني نوع من أنواع التواصل الودي ما بينك وبين الأصدقاء ما فيه شيء كبير ما فيه شيء يعني داعم بالقوة ولكنه في إجمالا بيكون إيجابي يعني اتصالاتك بتكون إيجابية بتتواصل مع اللي بتقدر عليهم أو اللي أنت حاب تتواصل معهم وبتوصل للرسالة اللي بدك إياها بطريقة إيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو دعمك اليوم فعشان هيك اليوم تهتم بإنجاز بعض الأعمال أو عندك نشاط عالي بتهتم بصحتك بتهتم بتغذيتك مو فيه منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالغيبيات أو بالفلسفة أو بالدين أو بالأشياء هاي الأمور إجمالا رح تكون جيدة برج العدراء طبعا القمر موجود في البيت الرابع بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق بشيء أو بحول أو حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشاكل شخصية لا تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي برضو أما بالنسبة للبيت الأول يعني شوي إحنا بدنا نقول لك أنه مشحون بالطاقة لا أنت عندك نوع من أنواع التوتر اليوم أو القلق أو الارتباك أو فيش طاقة متقلبة عليك الأحوال خلال هذا النهار فعشان هيك بدك تركز تشحن حالك بطاقة إيجابية لتطلع من هذا الضغط أما بالنسبة للبيت الثاني لا البيت الثاني أحسن يعني بفتح لك فرص إلها علاقة بالعمل الإضافي ممكن تحصل على أموال ممكن دعم ممكن هدية ممكن أنت تحصل عليها يعني تكون إليك الفلوس وأنت تأخذها كراتب أو أشياء من هذا القبيل بس أهم شيء أنه تحاولوا تقللوا من مصاريفكم بالنسبة للبيت الثالث يعني كتواصل واتصالات هو جيد كأشخاص بيشتغلوا في أمور الكتابة برضو ممتاز أشخاص لهم اهتمام بالسيارات والاتصالات ممتاز جدا حث أبنائك على الدراسة برضو رائع يعني تقريبا من قول 80% من ميزات البيت الثالث رح تأخذها ولكن العشرين في المية الانفعال والعصبية هاد بدك تحاول تسيطر حالك بشتة طرق لأنه انفعالتك رح تكون حادة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس في حدية عالية موجودة ما بينك وبين الحبيب فعشان هيك ممكن تقلب مزاجك تحتد تعصب تتخذ قرارات بأثناء العصبية بدك تدير بالك أنه ما تكبر الأمور الزيادة يعني الفترة ضغطة ولكن جايك أيام رح تكون أنت تقول يا ريت لو أني أنا ما عملت الشيك رح تعرف أنك أنت تسراعت وتهورت في هذا اليوم حاول أنك تمسك أعصابك عشان ما توصل لها المرحلة أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك على مستوى العمل فعشان هيك اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك عندك طاقة كبيرة للأعمال فعشان هيك تفكيرك عملي زيادة اليوم ممكن تهتم بأمور صحية أو بدك تراعي وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو فارغ تماما على مستوى الشراكة فيعني طبيعة العلاقة ما بينك وبين الشريك هي اللي بتحتم عليك كيف تكون العلاقة ولكني شايف برضو أنه زي اللي بتتصيده لبعض يعني واقفين لبعض على النقرة هذا بستنى هذا يغلط أو بستنى يقول كلمة عشان أو أهب وولع فيه امسكوا عصابكوا بلاش هاي التفكيرات كونوا عاقلين أدبوا شوي كبرتوا يعني بلا بلا هاي المشاكل إيش هنحلكوا بطاقة إيجابية بدون مشاكل أما بالنسبة لابيتك الثامن بيتك الثامن بدعمك على مستوى الأموال اللي ما بتعود لك ولكن لساعات الظهر بعد ساعات الظهر بصير الأمر روتيني ممكن في ساعات الصباح أنك تطالب بدين أو قرض أو مساعدة أو بعض الأوراق القانونية أو المستردات القانونية بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع يعني ضاغط عليك اليوم ما بدأ قولك أنه من الساعة كذا كويس للساعة كذا لا هو إجمالا رح يكون ضاغط خلال هذا النهار فعشان هيك اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم أو عنده دراسة بده يركز بشكل كبير بتكونوا تديروا بالكوا على الطرقات من الحوادث حاولوا قدر الإمكان أنكوا تركزوا بشكل جيد ما تحاولوا تعملوا انفعال أو ردات فعل مع أشخاص خارج البلاد في منكم ممكن يصير عليه أو يحصل على أوراق قانونية مطلوبة منه أو مطالبات قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه ضاغط بيت السمعة اليوم أكثر من الأمس فعشان هيك منقولك دير بالك من المغامرات والمجازفات وسوء التفاهم حاول أنك ما تدخل بأي شيء مشروه أو مواجه لرجال الأمن لأنه ممكن أنت تتسجل عليك نقطة إذا خالفت القوانين وتكون علامة كبيرة إذا كنت على رأس عملك دير بالك أنك تتغيب أو تدخل بمواجهات مع زميلك بالعمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 على مستوى العلاقات والاتصالات جيد يعني بتقدر تتواصل مع أصدقائك أو مع معارفك لمسألة معينة أو حل مسألة معينة إيجابي جدا وبدعمك بقوة كبيرة كثير أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو خالي من أي تأثيرات عشان هيك منقول لك الفترة هاي بدك تدير بالك إنجز الأعمال الضرورية ما تحاول أنك أنت تجهد حالك كثير بالعمل راقب وضعك الصحي راقب تغذيتك خذ أدويتك بوقتها إذا أنت بتأخذ أدوية وفي منكم ممكن يقلق على موضوع بتعلق بأحد الأشخاص المقربين لإلوه إما صحيا يعني دخل مستشفى أو إشي العلاقة بالأمن والاعتقالات برج الميزان بتنشطوا في أمور إلها علاقة إما بأوراق سفر أو بمتصالات خارجية أو أمور إلها علاقة بمراسلات تتعلق في البيت الثالث لإلكم اللي له علاقة بالاتصالات والمواصلات يوم مناسب لإجتياز امتحان بتعزز العلاقة مع أخ أو جار يعني بتدعمك الحظوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتمتع بسرعة بديهة وخاطر وممكن تلفت الأنظار لإلك لأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما بالنسبة للبيت الأول البيت الأول اليوم مشحون بطاقة عالية جدا يعني بعزز قدراتك اليوم ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال أو الأشياء المطلوبة منك يعني في عندك زي ما نحكي طاقة كبيرة اليوم تحاول أنك تفرغها في أكثر من اتجاه وأكثر من إنجاز عمل أما بالنسبة للبيت الثاني فالبيت الثاني مش كثير يعني مش هالوضع الكثير فالمستفيدين منه بكونوا قلة من موريد برج الميزان واللي هو العلاقة بالمال فعشان هيك الأشخاص اللي بيشتغلوا أو اللي على رأس عملهم ممكن يحصلوا بعض الأموال عن طريق عمل إضافي أو أوبرتايم أو أشياء اللي علاقة بالأموال زي مساعدات أو هبات أو أشياء من هذا القبيل أهم شيء أن تحاولوا أن تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع يعني شوية الأمور يعني فيها نوع من أنواع الحدية بالطباع في أشياء لها علاقة بالبيت فيها مشاكل أو فيها أشياء من سوء التفاهم حاولوا قدر الإمكان أن يكون فيه نوع من أنواع التواصل أو الترابط ما بينكم بين العائلة يعني صحيح الأجواء تدعمكم إيجابية ولكن نقطة لها علاقة في البيت الرابع بدها اهتمامات ممكن يكون فيه أعطاء المنزلية تهتم في بعض التصليحات أو تفتح ورشة في البيت أو ممكن يكون تعب وإرهاق عليك الالتزامات أو الأمور الأعمال المنزلية بتكون كثيرة فيه منكم ممكن يحتد بنقاش أو يصير فيه خلاف بينه بين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي يعني الأمور شيئا ما جيد اليوم بتعمل نوع من أنواع التلاقي أو التواصل ما بينك وبين الحبيب ممكن تتفقدوا أو يتفقدك من هالأمور هاي ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل الإيجابي حاولوا إنكوا تستغلوها لتقريب ما بين الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس البيت السادس يعني على العمل عشان هيكي اليوم تقدروا تنجزوا بعض الأعمال للكم رغم أنه ممكن تتراكم عليكوا أعمال لأنه بتحسوا حالكو أنه شوي مضغوطين كثير عندكو عدة أشياء أحبين تنجزوها اليوم فممكن يتراكم عليكوا بعض الأعمال حاول أنك أنت تنجز اللي بتقدر عليه من العمل وما تخليه يتراكم عليك وحاول أنك برضو أنك تنتبه لصحتك شوي أما بالنسبة للبيت السابع البيت السابع روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيكي بتتعامل يعني بطريقة روتينية ما بينك وبين الشريك خصوصا المال أو العاطفة فعشان هيكي بتكون لقاءاتكو على طبيعة العلاقة اللي بينكو إذا كان فيه مشاكل معناته فيه مشاكل إذا فيه مصالحة معناته على مصالحة يعني أنتو اللي بتتحكموا في هذا البيت أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه يعني شيئا ما فيه نوع من أنواع الدعم أو أشياء تطلب منك أنك أنت تتحرك باتجاهها إما لطلب دعم أو مساعدة أو نوع من أنواع الديون أو القروض أشياء من هذا القبيل يعني برضو نفس الشيء بدك تتحرك تترك الأبواب إن شاء الله أنه يكون فيه جواب إيجابي لا إلك أما بالنسبة للبيت التاسع فعندك نوع من أنواع التهرب أو الإنشغال عن الاتصالات الخارجية أو عن أشخاص خارج البلاد أو بتحكي بطريقة رسمية جداً حتى لو كانوا أقارب حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تشعرهم بهذا الموضوع لأنك أنت مضغوط فتشعرهم أنك أنت مضغوط فممكن يعتبروها أنه أنت بتحكي بدون نفس فعشان يحاول أنك تتواصل معهم بطريقة إيجابية في منكم ممكن أنه يتلقى اليوم أوراق قانونية أو إلها في محكمة أو بلاغ أو أشياء من هذا القبيل وفي منكم ممكن ينشط بهذه الأمور اللي عنده امتحان أو عنده دراسة اليوم بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظ نهائياً أما بالنسبة للبيت العاشر فإجمالاً البيت العاشر يعني فيه نوع من أنواع الضغط على بيت السمعة لليوم الثاني والأخير فعشان هيك ما تجازف بسمعتك نهائياً ولا تحاول أنك تشوهها ولا تعمل أي شيء ممكن هذا الشيء يسبب لك نوع من تشويه السمعة مثل مخالفة القوانين أو أعمال غير مشروعة يعني شغلات غير قانونية تكشف سرّك تدخل بمشاحنات أو نقاشات حادة ما بينك وبين زملاء العمل أو رؤساءك في العمل كل هذا بدك تكون حذر منه أما بالنسبة لبيتك 11 يعني إجمالاً على مستوى العلاقات العامة شوي فيه نوع من أنواع الحدية فممكن اليوم سوء تفاهم أو تصرف من صديق أو من أحد المعارف يزعجك أو يوترك أو يخليك شوي تأخذ على بالك فصير تراجع كلامه أو بدك تراجعه أو بتصير تحكي عليه أو ممكن تحكي عن المشكلة هاي لأشخاص أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعف فهو روتيني ما فيه أي شيء بخوف إلا أنه لازم تهتم بصحتك شوي ممكن يساعدك في إنجاز بعض الأعمال خلال هذا النهار ولكن أنه زي ما حكينا حاول تنتبه لصحتك وحاول تأخذ قسط كافي من الراحة برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك كونوا حذرين في النفقات طبعا عمل إضافي للأشخاص اللي بيطلعوا من البيت واللي على رأس عملهم أما الأشخاص اللي يعدين في البيت بدهم يمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية وممكن يهتموا بمسائل إلها علاقة بكيفية توظيف الأموال أو تشغيلها أو الحصول عليها أهم شيء أنك تكون عاقل في عملية الصرف ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح أما بالنسبة للبيت الأول البيت الأول اليوم يعني طاقة أكثر من الأيام اللي مضت يعني تقريبا أنت مشحون بطاقة إيجابية فعشان هيك اليوم لمصلحتك أنك أنت تتحرك باتجاهات معينة أو تنجز بعض الأعمال أو تواجه في أمور أنت كنت خايف تواجه منها اليوم بتقدر تفرض ذاتك وبتقدر أنت ناقش برضو بثقة ولكن أهم شيء أنه البيت الثالث بيقولك أنه دير بالك من العصبية والحدية ما في داعي أنه إذا ما اقتنعش اللي قبالك يتعصب عليك فحاول أنك أنت تقنع بطريقة يعني تكون جيدة طبعا بالنسبة للبيت الثالث مثل ما ذكرنا بعطيك نوع من أنواع الشحنة السلبية اللي هي العصبية أو الانفعال فحاول قدر الإمكان أنك أنت تضبط نفسك ما تنفعل ما تتهور ما تتحرك حركة بدون دراسة حاول أنه أنت برضو إذا دخلت بنقاشات أو بأمور ما تحتدش يعني يوم صعب شوي وبرضو يعني هي العصبية أهم شيء خلال هذا النهار بدك تدير بالك منها أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه روتيني اليوم ما في أي شيء على مستوى البيت بتتحامل عمل مستوى البيت بشكل روتيني الواجبات اللي عليك بتعملها المطلوب منك بتعمله فيه صحيح أنه بعض المناوشات أو الشغلات اللي ممكن تستفزك أو تصرفات البعض ولكن أنه أمور عابرة ما رح تكون أمور كبيرة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو بعزز نقطة طلاقي ما بينك وبين الحبيب اليوم رغم أنها مش قوية ولكن أنه بظل يعني نقدر نحكي روتيني فعشان هيك بتتعامل مع الحبيب على حسب طبيعة العلاقة اللي بينك وبينه ولكن إجمالا أنه رح يكون الوضع برضو جيد أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل يعني ممكن تنجز العمل بس المطلوبة منك بدون ما تتعب حالك زيادة ما في داعي يعني اليوم أنك تجهد حالك كثير حاول تنجز بس الضروري وحاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وفي نفس اللحظة ما تغامرش مغامرة في الأعمال والأشياء اللي من هذا القبيل حاول أنك أنت تدرسها وتراجعها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فهو يعني شبه جيد بالتعامل ما بينك وبين الشريك فعشان هيك اليوم في نقطة تلاقي موجودة أو راحة موجودة في طبيعة العلاقة اللي بينكم ممكن تتفاوض أو تتناقش معاه أو حتى يكون فيه مبادرات لمساعدة أو أشياء من هذا القبيل يعني برضو إيجابي أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف البيت الثامن بدعمك بقوة برضو خلال هذا النهار ممكن يساعدك في طلب مساعدة أو طلب دعم أو ديون أو تحصيل ديون أو أشياء إلها اهتمامات بأموال مستردة ممكن أنت الطالب برضو بنوع من الدعم المالي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو الاتصال مع أشخاص خارج البلاد أو التفاوض معهم أو التعامل معهم أو دراسة موضوع أو يعني مراسلة لأجل مشروع مستقبلي أو موضوع سفر أو تراسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وممكن برضو يكون في نوع من أنواع الاهتمام بالدراسة أو دراسة لغة جديدة أو الاهتمام بأشياء العلاقة بالفلسفة وبالدين وبالأشياء اللي من هذا القبيل أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت الصمعة فاليوم الثاني والأخير ضغطك شوي فعشان هيك برضو ما تغامر وما تتهور وما تحاول أنك تشوه صمعتك مهما كانت الظروف بدك تحمي حالك قدر الإمكان خلال هذا النهار ما تخالف القوانين وما تدخل بأشياء مشبوهة وما تعمل أي شيء يشوه صمعتك واللي بيشتغلوا على رأس عملهم ما بدهم يدخلوا بمواجهات ما بينهم وبين زملائهم بالعمل أو رؤساهم بالعمل أو يتأخروا عن العمل أما بالنسبة لبيتك 11 يعني بيدعمك على مستوى العلاقات أو على مستوى الأصدقاء ممكن اليوم تتواصل معهم وممكن يكون فيه أشياء إيجابية بالدعم من علاقتك معهم أو ممكن زيارة أو اتصال أو أشياء من هذا القبيل يعني يوم إيجابي بدعم هذه النقطة بشكل كبير أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو فارغ تماما روتيني فعشان هيك ما فيه أي خوف أو خطر يعني بس إنه شوي هيك مع البيت السادس بنقولك بس راقب بعض التقلبات الصحية اللي ممكن تجيك بشكل عابر بدون ما تكبره الأمور وتتوسوس وتعمل حجم كبير لمشكلة مش موجودة برج القوس برج القوس يعني ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية الأمور وبتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر خلال هذا النهار يعني القمر صار واصل لعندك فعشان هيكي بعطيك إيجابية قوية على المستوى الثقة بالنفس أما بالنسبة للبيت الثاني فهو شوي على المستوى المالي ممكن أنه شوي يعمل بعض المصاريف لزيادة أو بعض الالتزامات أو بعض الأمور اللي ممكن تخليك تحتد خلال هذا النهار يا أما متطلبات كثيرة يا أما أمور حسابية ما بتزبط معك يا أما أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه البيت الثالث مش كثير قوي يعني ما بعزز الأمور بقوة فعشان هيك اليوم بتتعامل أنت بشكل رتيب أو بشكل روتيني ما عندك إشي تعطي كثير اتصلاتك على طبيعتها على طبيعتك ما عندك مبادرة للاتصالات كثير أو لحركة كثير بتلاقي أنه في نوع من أنواع الهدوء النسبي موجود عندك خلال هذا النهار يعني حتى ما عندك جلد لا للنقاشات ولا للتدخل في مواضيع ولا إشي حاب اليوم تريح رأسك أنت من الفكر أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك نشوف أن الأمور اليوم على مستوى البيت حتى بتكون على شكل روتيني بتتعامل بس بالإشي المطلوب منك بدون لا زيادة ولا نقصان حتى مشترياتك التزاماتك أعمالك المنزلية روتينية طبيعية ما في إشي يضغط عليك زيادة أما بالنسبة للبيت الخامس البيت الخامس يعني إجمالا في بعض البصيص أو بصيص أمل للتعامل العاطفي خلال هذا النهار ولكن إنه مش بالقوة فهو أقرب للروتيني من أقرب إنه لا الحضوض أو لا الضغط فعشان هيك حتى مع الحبيب اليوم تواصلك بشكل روتيني رح يكون أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف البيت السادس اليوم يعني عندك بعض الأعمال اللي بتهتم فيها وحاب تنجزها أنت خاصة فيك مش أعمال كبيري أو إنجاز لغيرك يعني إذا كنت عرأس عملك مثلا يا دوب تنجز العمل الروتيني بس لأنه عندك أشياءك الخاصة أو أعمالك الخاصة اللي أنت حاب تهتم فيها هذا اليوم أكثر من أي إشي ثاني أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكي الأمور جيدة فاليوم في حجم للتواصل ما بينك وبين الشريك أو تواصل فممكن أنه اليوم يتعزز النقطة أو القوة ما بينك وبين الشريك تلاقي ما بينكم يعني الأمور إجمالا إيجابية رح تكون على مستوى الشراكي المالي والعاطفي ممكن تبادر لمصالحة أو لنقطة تلاقي ما بينكم وممكن تتراجع عن قرار تخذته في الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني برضو يعني إحنا منلاحظ أنه الضغط المالي هو أكثر إشي بأرقاك خلال هذا اليوم أو التفكير في الأمور المالية أكثر إشي بشغل حيز كبير من تفكيرك هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو حتى الاهتمام بأمور إلها علاقة بلغة جديدة أو دراسة أو تنقلات أو أشياء إلها علاقة بها يعني تخطيط للمستقبل القريب إن شاء الله أنها تنتهيها الغمي هاي لموضوع سفر أو تواصل مع شركات أجنبية اللي عنده امتحان أو عنده دراسة اليوم ببداع بشكل كبير أما بالنسبة لبيت العاشر فبيت السمعة برضو ما زال في نوع من أنواع الضغط فعشان هيك حاول إنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف ممكن إنه أنت تبادر فيه يكون مش مدروس فإن حسب عليك ويشوه سمعتك حافظ على سمعتك بكل الطرق أما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني برضو يعني في نوع من أنواع الراحة حتى على مستوى الأصدقاء بتتعامل بشكل روتيني ما فيه لا إجابية ولا سلبية يعني اللي بتتصل فيك بتتصل فيه واللي من هذا القبيل ما عندك مبادرة مثلا قوية تشجعك إلا إذا أنت كان من طبيعتك هذا الشيء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو شوي ممكن يخليك تدخل ببعض الأفكار أو الوساوس أو الأشياء هاي إما تستسلم لها حاول إنك أنت تأخذ قصد كافة من الراحة هذا اليوم بما أنه في كثير بيوت روتينية فعشان هيك ممكن تحس بالضجر أو الملل حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز التأثيرات الفلكية على أساس أنه يعني يكون وضع إيجابي بالنسبة لإلك قرج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تلغي أمر أنت كنت عازم عليه خلال هذا النهار وممكن تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم مش إنك ما تحسم أمر الفترة هاي سلبية ومخيب الأمال وممكن تندم على أي خطوة ممكن تقوم فيها خلال هذا النهار وطبعا بالنسبة للبيت الأول برضو نفس الإشي ضغط عليك بشكل سلبي فعشان هيك اليوم أنت نفسيا مش مرتاح نهائيا فيه نوع من أنواع الضغط الكبير موجود عليك فعشان هيك بتحاول قدر الإمكان أنك تشغل حالك بأي إشي مع العلم أنه ما فيه شيء تشغل حالك فيه ولكن أنه هذا الضغط لازم أنك أنت تهرب منه وتلتهي بإشي ثاني أو تشغل مخك في إشي ثاني بعيد عن الضغطات اللي أنت عايش فيها أما بالنسبة للبيت الثاني يعني برضو الأمور المالية يعني شيئا ما ممكن تأرقك بعض الحسابات أو الاهتمامات المالية أو أنك تهتم في بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالفوترة أو الديون أو الحسابات أو سداد الحسابات أو أشياء من هذا القبيل يعني فيه نوع من أنواع الضغط عليك في هذا الباب أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم يعني فيه بعض الحركة بعض الاتصالات بعض التنقلات ولكن برضو مش بطبيعتك مش بحماستك فعشان هيك يحاول أنك أنت اليوم تستغل الأمور بدون ما تدخلها بنقاشات ولا بجدالات ولا بأي إشي يحاول تريح الفكر عندك على أساس أنه تطلع من الضغط السلبي وما تحاول أنك تتخذ قرارات هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت يعني الوضع روتيني برضو فعشان هيك يعني الأمور على البيت بتنجز العمال بس المطلوبة منك داخل البيت بدون لا زيادة ولا نقصان ممكن تهتم في أمور إلها علاقة بترتبات أو بحث عن أشياء أو تصليحات ولكن برضو الأعمال البيتية بروتينها ما رح تعمل إشي خارق للعادي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى الاتصالات مع الحبيب أو التواصل معه ممكن أنه اليوم يتصير مبادرة لين أو نوع من أنواع الإنفراجات العاطفية حاول أنك تستغلها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم بتكثر الاتصالات أو الأعمال اللي إلها علاقة بإنجاز أعمال ممكن تنجز بعض الأعمال واللي هي الأعمال اللي ما بنا نحكي مهمة أو كثيرة يعني الإشي الضروري جدا رح تنجزه رح تتممه ولكن الأغلب عليك رح يكون بعض التعب أو الإرهاق وبتحاول أنك تأخذ قصد كافيا من الراحة أما بالنسبة للبيت السابع فهو الروتيني تماما على مستوى الشراك المالي والعاطفية ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل بالطبيعة العادية اللي أنت بتتعامل فيها مع الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فبرضو الأمور المالية المشتركة فيها نوع من النوع الأرق يعني بتضغطك شوي ممكن تلاقي بعض المبادرات أو بعض الأشياء اللي ممكن أن تتعالجها ولكن أنه برضو الضغوط أكبر من الحجم العادي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في أمور لتعلم لغة أو ثقافة معينة أو الاطلاع على فكر معين ممكن الاهتمام بأمور دينية فلسفية سياسة أشياء من هذا القبيل وبرضو لأشخاص اللي عندهم امتحانات أو عندهم دراسة اليوم إيجابي رح يحققوا إنجازات رائعة في هذا المجال وفي منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف البيت العاشر ضغط عليك بشكل سلبي كمان لليوم الثاني فاليوم ما تحاولش إنك تتهور أو تعمل أي شيء ممكن يشوه سمعتك أو يدخلك بمواجهات قانونية أو مع أشخاص ممكن إنهم يستدرجوك أو إنهم يستغلوك حاول إنه أنت ما تخالف القوانين ما تعمل أشياء مشبوهة حاول إنه إذا عندك وظيفة مثلا بتروح على وظيفتك إنك أنت تروح بوقتك ما تدخل بمشاحنات أو جدالات مع زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى التواصل مع الأصدقاء أو الاتصال معهم يعني بتتعامل على طبيعتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فقلنا إنه القمر موجود فيه فعشان هيك هو اللي ضغطك كل هالضغط الفترة هاي برج الدلو بوسعكم هذا النهار تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتفرح بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وممكن تحصد أرباح تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك ممكن تخف الضغوط ويطمئن بالك بالنسبة للبيت الأول طبعا الأمور جيدة شيئا ما يعني دعميتك شوي فعشان هيك اليوم تقدر أنت تحسن من مزاجك ومن نفسيتك بدون ما أنك أنت تضغط على حالك كثير يعني شوي بكون في عندك نوع من أنواع الثقة بالنفس أما بالنسبة للبيت الثاني فالبيت الثاني جمالا يعني ما زالت الأمور المالية مؤرقة ولكن اليوم ممكن يكون بصيص أمل لمساعدة أو لهدية أو لجائزة أو لنوع من أنواع الدعم أو تحصيل على بعض الأموال أو المستحقات اللي بتعود لك أما بالنسبة للبيت الثالث في البيت الثالث بدعمك على مستوى النشاط الفكري والقدرة على الإقناع التسويق الحركة الاهتمام بالسيارات بالاتصالات بالمواصلات بكل هاي الأمور وممكن حث أبنائك على الدراسة أو مساعدتهم في هذا الموضوع يعني عندك نشاط عالي خلال هذا النهار ونشاط فكريك أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك ما تجازف وما تكبر الأمور ما تصنع خلاف أو شيء على مستوى البيت ممكن يكون فيه أعطال ممكن يكون فيه سوء تفاهم بينك وبين أفراد العائلة ممكن اهتمام بتصليحات أو ترميمات يعني بدك تحاول أنك أنت تمسك عصابك قدر الإمكان وما تثير أي مشاكل خلال هذا النهار مع أي شيء له علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالبيت الخامس برضو بعزز علاقتك مع الحبيب وبطور العلاقة وممكن يعني يعمل لك إيجابي اليوم بتحقيق شيء معين يعني الحظ بدعمك برضو خلال هذا النهار ممكن تستغل بعض الأمور أو تستغله في بعض الأمور اللي أنت بحاجتها أما بالنسبة للبيت السادس فبالنسبة للعمل يعني واقف تماما قليل الأشخاص اللي اليوم بكونوا على رأس عملهم الضغط كبير ما عندك رغبة في إنجاز الأعمال بالعكس اليوم حاب أنت تأخذ إجازة من أي شيء بتطلب منك جهد فكري أو عملي يعني بتحاول الأعمال بالذات أنك أنت تتجنب أنك تلتزم بأي عمل أو ممكن هي الأعمال نفسه واقفة وأنت ما عندك مجال أنك أنت تعمل أي شيء أما بالنسبة للبيت السابع البيت السابع روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي عشان هيك بتتعامل بطبيعتك أنت والشريك مع بعض أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بدعمك بيعزز بعض الأمور المالية اللي ممكن من خلالها أنت تستفيد في بعض النقاط أو تطلب مساعدة أو دعم أو قرض أو أي شيء له علاقة بالدعم المالي أو ممكن تهتم بفوتير أو سداد بعض الالتزامات أما بالنسبة للبيت التاسع البيت التاسع بيعزز نقطة الاتصالات الخارجية ولكن في ساعة الصباح ممكن يصل لك خبر يعني يزعجك ولكن إجمالا هو يوم إيجابي ممكن من خلاله أنت تتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن يكون فيه نوع من أنواع التلاقي أو الاهتمام بلغة أو ثقافي أو مراسلات تكون مع أشخاص وفيه منكو ممكن يهتم بالدراسة أو بالامتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر يعني البيت العاشر بضغطك شوي فحاول أنه اليوم ما تشوه سمعتك بأي تصرف ما تبادر بأي شيء ممكن أنه يشوه سمعتك حاول أنك تتعامل بأرياحية مع الجميع وما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تغامر ما تدخل في مواجهات مع رجال الأمن حاول أنه إذا عندك دوام أو على رأس عملك ما تتأخر أو تتغيب ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو شوي ضغط عليك عشان هيك يحاول تنجز الأعمال الضرورية وحاول تراقب وضعك الصحي وتأخذ قسط كافي من الراحة خلال هذا النهر برج الحوت يوم مناسب للأشخاص اللي على رأس عملهم بنجحوا في الدفع بمصالحهم وبحافظ على إنجازاته القائمة أما الأشخاص اللي في البيوت فهم بحافظوا على سمعتهم أكثر أهم إشي إنهم يهدؤوا من روحهم ما تنفعلوا تجنب مخالفة القوانين ويحرص على استقرارك تجنب المخالفات والمجازفات الشائكة ويحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها يعني أي مشكلة بدك تنتبه ما تخليها تكبر وما تخليها تزيد لأنه أنت في موقف ضعيف أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول شوي بيدعمك يعني مش كثير ولكن إنه في نوع من أنواع الدعم تقدر تشحن حالك بطاقة اليوم وتتجاوز المرحلة هاي ممكن إنه هاي الطاقة شوي إنها تساعدك في إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أما بالنسبة للبيت الثاني في بعض الاهتمامات المالية ممكن اليوم تطرأ للساحة أو تهتم فيها ممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو بعض الوعود اللي إلها علاقة بالوضع المالي ممكن مقرد أو مساعدة أو هدية أو أشياء تحصيل راتب مثلا أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فالنشاط الفكري عندكو عالي جدا بأوجوف عشان هيك اليوم تهتموا في أمور الهلاقة بالاتصالات والمواصلات والنقاشات وعندك نشاط بالحركة بتقدر تتحرك بأكثر من باتجاه وبتقدر تحكي في أكثر من موضوع وبتقدر تناقش في أكثر من موضوع عندك سرعة بديهة عالية جدا بتحلل أي شخص اليوم وبتقدر تعرف إنه هذا شو بده من وراء اللقاء أو من وراء الإشي اللي أنت جالس أنت وياه علشانه فعشان هيك يستغلها بالنقاط الإيجابية في منكو رح يحث أبناءه على الدراسة ورح يكون لك اهتمامات في أمور الاتصالات والمواصلات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني تماما فعشان هيك يعني فيه نوع من أنواع الحدية على مستوى البيت ولكن أنه أنت بتقدر تتحكم فيها وتتجاوزها أو تكبر المشكلة هاي أو الخلاف أو تلغيه يعني بإيدك هذا الموضوع ممكن يظهر بعض الأعطال المنزلية أو الاهتمام في بعض الأمور يكون بحاجة لرعايتك أو للتقارب أو للمصالحة أو للصيانة أو إنجاز بعض الأعمال المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط عليك بشكل كبير على المستوى العاطفي فعشان هيك بتلاقي أنه فيه نزاعات وخلافات عاطفية بتصير بينك وبين الأحبة ممكن سوء تفاهم أو ردات فعل أو عصبية أو إنه ما فيه قدرة لتوصيل الفكرة فعشان هيك دائما بيكون فيه خلافات أو حدية في هذا الموضوع أو ممكن أنه بأرقك وضع حبيب أو وضع إنسان بعز عليك فهو لم أرقك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم برضو ما فيه قدرة على إنجاز بعض الأعمال أهم إشي أنه إذا كنت على رأس عملك بدك تضغط حالك وتحاول تنجز بعض الأعمال وحاول إنك تراقب وضعك الصحي بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع فبيت الشراكي جيد يعني فيه نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الشريك الأمور ممتازة ما فيه أي خوف ممكن اليوم يصير فيه مصالحة أو نقطة طلاقي أو مشهورة على حل مسألة ما أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني تماما يعني على مستوى الأموال اللي ما بتعود لك أو الأموال الشراكي فشايف أنا الأمر روتيني ما فيه إلى شيء إيجابي ولا سلبي بتتعاود يعني تحصل على الأشياء على حسب طبيعتك أنت أو على طبيعة العمل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو شوي ضاغط وشوي إيجابي يعني بتلاقي نص النهار لغاية ساعات الظهر تقريبا بيكون ضاغط عليك ممكن يصير فيه أمور إلها علاقة بأوراق قانونية أو أشياء قانونية بتعرقك وممكن أنه يكون فيه أشياء لها علاقة ببعض الخلافات مع اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو بالتواصل أو أشياء لها علاقة بالدراسة أو الامتحانات أما بعد ساعات الظهر بتصير الأمور إيجابية وبتدعمك دعم كبير بتتغير الأمور بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت العاشر كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 حاول أنك أنت ما تضلك حاد بالطباع مع أصدقائك حاول أنه حتى لو سمعت منهم ما يوسيك حاول أنك تأجل اليوم ما تحسم الأمر لغاية بكرة وبعدين بصير عندك قدرة على اتخاذ القرار أو تتضح الرؤية إليك بشكل أكبر من خلالها أنت تقرر أنك أنت تواجه ولا أنك أنت تنسى الموضوع وخلصنا أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط عليك شوي فعشان هيك يبدأ تنتبه إلى صحتك بشكل جيد حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وحاول أنك أنت تأخذ يعني ما ترهق حالك كثير في بعض الأمور لأنه يعني بيت المتاعب بيحمل لك دائما شحنات سلبية في منكم ممكن يهتم بشؤون إلها علاقة بأشخاص أو شخص بعز عليه إما مريض أو في المستشفى هيك منكم انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر